دائماً سيظل الهدف من المشروعات القومية الانطلاق ببلادنا وبتوفير حياة كريمة للجميع وفق رؤية متكاملة لمشروع وطني طموح بسواعد شعب مصر العظيم وقيادة سياسية حكيمة لتأسيس جمهوريتنا الجديدة نستازن سيادتك يا فندم في جولة تفاقدية أسمحيلي بس أن أنا أبدأ ديني خمس من فضلك أسمحيلي أنا أوجهلكم جميعاً والتحية والتقدير وأشكر العاملين سواء كانوا في الهيئة العامة للساسمار على الجهد المبزول أو حتى الرجال الأعمال والصناعة اللي شغالين في هذه المناطب أجيلوهم كل التحية وكل التقدير وكل الدعم إحنا عايزين يعني خلينا أقول لكم إن إحنا زيارتنا النهاردة الهدف منها إيه الهدف مننا إن إحنا نأكد إن إحنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعة في مصر وبدعمها وأيضاً بتسهيل كل المعوقات أو المصاعب اللي ممكن تكون بتعبال لأن إحنا مش بعيد عن الواقع اللي إحنا موجودين فيه والنموذجين اللي إحنا شفناهم من دلوقتي بالرخصة الذهبية هو ده مصار الدولة اتحركت فيها عشان تيسر ما أمكن من الإجراءات اللي بتتعمل زي ما تقال ستة وعشرين موافقة وجهة ولاية بتتكلم وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول إلى يعني إلى الإجراء العمل الحقيقي إن هو يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور وأنا يمكن هنا كلامي يعني ليه نحن كدولة إن إحنا جهات الولاية اللي بنتكلم عليها ده إحنا كنا قلنا كلام ده قبل كده وقلنا عايز نعمل شباك الواحد وجهة ولاية يعني تبقى الجهات الولاية تبقى موجودة في مكان واحد وتدي موافقة في مدة زمنية ما زيتش عن عشرين يوم أو أقل لو أمكن واتكلمنا على إن إحنا لو ممكن مش ممكن بقى الكلام نحن عملناه وقلنا إن إحنا هنخش على مناطق بعينها ونجاهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار أو اللي هو يعني الإجراءات الإدارية اللي بتتعامل في مثل هذا المجال أنا أتصور إن اللي إحنا شفنا النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية إذا كنا بنتكلم على إن إحنا بنستهدف مئة مليار دولار للتصدير وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير مئة مليار دولار لدولة فيها مئة واربعة مليون إنها تصدر بمئة مليار ده رقم مش كبير وبالتالي إحنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط إدينا في إدين بعض ونجتهد وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينه ورجال الأعمال في مصر نحلها ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي إحنا يعني حنطلق أجندته دكتور مصفف مش كده أول الشهر ده ويعني في خلال الشهر الجاي حكون بنتكلم في فعلياته أرجو أنه هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أن هم يعرضوا بشكله وبآخر المصعب اللي بتقابلهم وده مش يعني نحن نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان مبقاش فيه مشكلة أبدا تعوق للسهر اللي احنا بنتكلم عليه لذلك ما انتوا شفتو كل مشروع من دول هو عبارة عن إيه عبارة عن دخل إضافي مش للشركة اللي بتعمل لأ لكل إنسان بيشتغل جوه المشروع وده الهدف ان احنا حجم العمالة كبيرة اللي في مصر واللي أنا أتصور ان تكلفته مش كتير يعني أنا قادر أقول ان العمالة المصرية أجورها مقارنة بأي دولة من دول العالم مش كتير يتبقى ان احنا اتكلمت مرضو هنا يعني في المشروع الأولاني بتاع الفلسات بتاع اتقال ان احنا في مدرسة حتطلع يعني حتدربوا كده واحنا كنا قلنا رجال الأعمال احنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة وفي رجال أعمال عملت كده يعني في رجال أعمال عملت مدرسة وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح انتاج وتدريب حاجتها من الإعمالة يعني علمتهم في المدارس ذات واخدتهم او بتاخدهم بيشتغل عندها في المشروعات بتاعتهم اللي انا عايزة اقوله هنا ان احنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر ومنشجع رجال الأعمال على ده على ان احنا النهاردة يساهموا معنا انا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية انا بتكلم يساهموا معنا في انه هو مصار اعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية سوء العمل انا بتكلم في النقطة دي مستعدين احنا نتعاون معكم في هذا الموضوع يبقى اذا كنا بنتكلم على المنظومة الخاصة بالاستثمار من الأراضي وتخصصها من العمالة الماهرة المدربة اللي ممكن تبقى عندها مشاركة ناجحة في العمل اللي احنا بنتكلم عليه ومدربة بشكل كويس يتبقى مراكز البحث والتطوير اللي موجودة في مصر وهي سواء كانت في الجامعة او المراكز الاخرى كتير جدا جدا ومهمة او ان احنا نربطها مع رجال الاعمال والصناعة في مصر لانها في النهاية ممكن توجد حلول لمشاكل او لنقاط محتاجة تطوير لو تم لو قدرنا نعمل لو قدرنا نعمل تنسيق وربط بين مراكز البحث ديت وما بين الصناعة اللي موجودة في مصر انا مش عايز اطاول عليكم لكن انا كنا اقول ان احنا خلال الفترة دي واللي جاية هنتوسع الدكتور مصفف ان احنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيرة رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونمازج نجحة جميلة نحب ان احنا اولا نشجحها وسانيا نلقي الدوع عليها وده من الناس في مصر لان كتير من الكلام اللي بتقال محتاج ان احنا نؤكده يترى رجال الصناعة او حجم القطاع الخاص في مصر كم من الإجمالي 20% 30% 50% انا هايزو اقولوكم انه 70% او 75% مش كده دكتور مصففة على عكس بكتير من الناس يتصور رقم غير كده انا بتكلم على الاقل 75% من ده فيه لقطة مهمة اوية عشان انا بتكلم كده اقولك طب انتو النهاردة يا ترى انتو جدين في حل مسائل المستثمرين مما فيه الموضوع بتاع خاص ممستلزمات الانتاج والمشكلة اللي اتعاملت خلال يعني الشهرين ترات اللي فاتوا مع سيد محافظة البنك المركز بقوله طب مني انتو عاملين ايه عشان احنا عايزين ما يبقاش فيه مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر انا بقول كده لان احنا مفيش حاجة حنخبي عليكم احنا بنبذل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها على العالم كله على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء لكن الازمة بتاعت كورونا والازمة بتاعت الازمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا لكن احنا حاولنا بقدر الامكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي جبنا بتتكلم فيها تكون خلصت تكون خلصت مش كده اه عشان بس نبقى ايه كلام نقديم الناس على دكتور مصدر مش اكتر من كده انا بشكركم وان شاء الله هيكون لنا زيارات لمصانع ومشروعات مختلفة بوجه التحية والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز برجال الاعمال في مصر والمستثمرين في مصر وبدأهم لمزيد من العمل مزيد من العمل البلد دي بلدنا كلنا وحتقوم بينا كلنا مش بحد الوحد شكرا جزيلا